اهلا بكم مشاهدين مرة تانية واولى فخراتنا في نهارك سعيدة يكون معنا منشبتات صحافة الخميس 8 مارس 2012 يكون مشرفنا استاذ اشرف البربري رئيس القسم السياسي في جارة الشروع صباح الخير والف سلامة على اخر مرة لما اعتذرنا عن وجود حضرتك الله يسلمك تشاكد قبل خلونا ناخد عنوين اخبارنا الحافلة ونهاية اسبوع حافلة بس يمكن اهم حاجتين فيها انه البورصة علية شوية كويسة والحاجة التانية انه يمين ويفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية واللي يعني انتخب لأول مرة يمكن من اهم الفرع لان انتخب رئيسنا بشكل حقيقي من الاهرام الصفحة الاولى منصور حسن يشعل ماراتون الرئاسة وسلمان والبشري يمتنعان والاخبار الصفحة الاولى الاخوان يتراجعون عن الحكومة الاقتلافية والمصري اليوم الصفحة التالتة رئيس مجلس الشورى قال سنمدد لرؤساء تحرير الصحف القومية لحين وضع قواعد جديدة والشروق الصفحة العشرة النقيبة العربية في الكنسة الاسرائيلي حنان الزغبي المصريون اصابوا اسرائيل بصدمة حضارية والمصر اليوم الصفحة التالتة مطار القاهرة يمنع 37 قطيا من الصفر الى روما بسبب اللجوء السياسي والمصر اليوم الصفحة الاولى فيروس الحمى القلاعية ينتشر في المحافظات والدجاج يدخل دائرة الخطر والشروق الصفحة الاولى الاندية قالت لا عودة للدوري قبل الكشف عن المتورطين في مسبحة بورسايد والمصر اليوم الصفحة التالتة تحويل عقوبة ترويج رامدول او تعطيد ونروشيتة الى جناية واخر خبر من الاخبار الصفحة التالتة براءة السنى وضابطاء الشرطة من قتل المتظاهرين بالزاوية الحمرى وتحت 200 الف خط الخبر ده هذين ناخدهم بالترتيب لانه يعني كل خبر الاخبار تقيلة النهاردة ومن الاهرام الصفحة الاولى منصور حسن يوشعل مراتنا الرئاسة وسليمان والبشري يمتنعان وده قبل يومين من فتح باب الترشيح هو طبعا منصور حسن كان الاسم مطروح لاكتر من مرة واحنا يمكن كان في الشروق امبارح يعني قبل ما هو يعلن كنا قلنا انه هو مطروح بقوة على ما ادت اكتر من قوة سياسية على اساس انه مجموعة المرشحين المطروحين منذ وقت 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 المجموعة بقاعة المرشح التوافق واللي هي وتحرق هذا المصطلح لانه مصطلح يعني سيء السمعة فلكن الحقيقة برضو انا شايف انه تأخر كتير منصور حسن او غيره من اي من المرشحين اللي انتظروا حتى قبل انطلاق المعركة الانتخابية رسميا بيومين اتنين علشان يعلن ترشحه لانه الحقيقة منصب الرئاسة وانتخابات الرئاسة مهمة سقيلة ما ظنش انه شهرين كافيين علشان اقدر اقنع الناخبين في 28 محافظة بجدرتي بتولي هذا المنصب لا سيما كمان انه في حاجة مهمة في او في عقبة تحطت انبارح اه قدام منصور حسن اه انه اللاجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت حظر اجراء اي نشاط دعائي حتى يوم 30 ابريل وده معناه انه هيكون قدامه بالظبط 23 يوم يعمل فيهم دعاية او انه هيخالف من البداية هيبدأ هو وغيره من المرشحين طبعا هيبدأ ويخالف القواعد ويشتغل دعاية او يعمل مؤتمراته الانتخابية من دلوقتي فالحقيقة انه يعني كنا نتمنى انه اه كل من كان يريد او يفكر فيه الترشح لانتخابات الرئاسة ان يعلن موقفه هذا مبكرا حتى يستطيع ان يطرح نفسه بصورة اوضح قدام الناس لكن اه ده الموقف اللي احنا فيه طب ماذا عن موقف سليمان والبشري امتنعين وماذا عن الموثير حول النصيحة التي ازدعت الى الوامر سليمان طبعا طبعا الحقيقة يعني اوامر سليمان احسن صنعا جنب البلد والمشهد السياسي عموما نوع من القلق والتوتر اه والتوتر لانه الحقيقة يعني الرجل تحوم حواليه علامات استفهام كثيرة جدا وكان فيه اصوات كثيرة تطالب بانه يكون موجود في ضم النزلاء طورة فكان انه ياخد الانتخابات كتا تبقى مسألة مستفزة انه هيك عن انه فرصه في الفوز الحقيقة اعتقد كمان انه صفقة تصدير الغاز لإسرائيل كدير اوانه ده تم عن طريق المخابرات المصرية في عهده وكان الرجل القوي في نظام مبارك يعني كل مصائب نظام مبارك عمر سليمان هيكون موجود فيها بشكل او باخر المستشار طريق البشر طبعا قامة دستورية وفكرية كبيرة لكن الحقيقة برضو المهم انا مشايف انه فكرة الذهاب الى اشخاص وطرح او مطالبتهم او منشرتهم انهم يترشحوا دي مسألة ليست جيدة يعني يجب ان يكون الشخص لديه الاستعداد والرغبة لتقدم لهذا المنصب حتى يستطيع ان يؤدي فيه انما يعني حد جايب احنا بنتحيل عليه عشان يبقى رئيس تاني نازلين نتجوز المرحلة دي الحقيقة يعني نتمنى الاخبار الصفحة الاولى الاخوان يتراجعون عن الحكومة الاقتلافية الحكومة الاقتلافية ده الفخ الحقيقة اللي هو منصوب للاخوان منذ انتخابات مجلس الشعب وهم بيحاولوا يتفادوه كل مرة لكن للأسف الاقدار وتطورات الاحداث دايما نتضاعهم في هذه المواجهة الاخوان من الاول يدركون انه مسألة حكم البلد بالظروف اللي هي فيها دي مهمة شديدة الثقل علشان كده هم بيحاولوا يتهربوا منها او يتفادوها كلما امكان ذلك هو السؤال بس هو مفروض الاعلان الدستوري ما بيديهمش الحق ده ومعمول على اساس رئاسي وطبعا نشوف هو احنا احنا الاطار القطر القانونية والدستورية احنا ما بنلتزمش بيها او الحقيقة يعني معاك حق طبعا تماما انه الاعلان الدستوري ودستور 71 ما كانش بيدي الحزب الاغلبية انه يجكل الحكومة لكن من الناحية السياسية او الاخلاقية السياسية بما انه هو حزب صاحب الاغلبية اه بما انه هو الحزب صاحب الاغلبية فيفضل انه هو يتولى المسئولية لكن هم الحقيقة هم بيحاولوا يهربوا من هذه المسئولية في هذه الظروف يعني المصر اليوم الصفحة الثالثة رئيس الشورى سنمدد لرؤساء تحرير الصحف القومية اللي حين وضع قواعد جديدة واعتقد بمناسبة انه التجديد الدوري بالظهر في 17 مارس 17 و18 مارس الحقيقة انه للأسف الشديد بداية غير موفقة لرئيس مجلس الشورى الرجل ظهر في التلفزيون اكتر من مرة واعلم بوضوح انه في 18 و17 مارس هيتم تغيير اجراء تغييرات شاملة في رؤساء التحرير ورؤساء مجالس ادارة الصحف حصل انه هذا التصريح اثار ردود فعل قوية من جانب دوائر عديدة في الصحافة فبنجد هذا الرجل يعود يتراجع كان من الاولى انه ما يتكلمش عن التغييرات حتى لا يبدو كأننا هنرجع تاني لمسؤول يصرح بقرار في وسيلة اعلام ثم يتراجع عنه لانه ده بيعكس انه من الاصل هو ما عندهش رؤية ودي اخطر ما يعني اخطر ما نواجهه في هذه المرحلة هو المسؤولين الذين ليس لديهم رؤية انه مصر محتاجة حتى لو اختلفت مع هذه الرؤية فهي الحقيقة بداية غير موفقة اعتقد ان هم مفروض يستمعوا للإعلامين واعتقد المبادرة المصرية اللي بيترحل عديد من الإعلاميين انه يبقى فيه هيئة تمثل الإعلام ككل بقى هو احنا طبعا محتاجين هيئة مستقلة الاعلام يعني هو فيه المجلس الفرنسي للوسائل الإعلام المرئي والمسموع حاجة هيئة مستقلة تحكم وتراقب لانه طبعا مسألة الناس متخيلة ان حرية الإعلام يعني بلا سقف لا لانه في إطار يعني في إطار تعدد الوسائل في هيئة موجودة تحكم تحكم بمساق شرف إعلامي وليس مساق شرف صحفي ولا مساق شرف الفيعي ما أستاذ أشرف هي كل الفكرة دلوقتي انه يعني المؤسسات بقت متعددة الوسائل بقى في الصحيفة وبتطلع اسم اس وبتطلع على التويتر وليها قناة وليها قناة فأنا محتاجين ان كل دا بيدخل تحت الجورناليزم والصحافة يبقى عندنا مجلس أعلام مستقل مستقل بالضبط الشروع الصفحة العشرة النائبة العربية في الكنيسة الإسرائيلي حانين الزغبي ولا الزعبي الزعبي المصريون أصابوا إسرائيل بصدمة حضارية الحقيقة هذا الحوار وثيقة جيدة تستحق القراءة النائبة حانين الزعبي حد فلسطيني حتى النخاع تحمل الجنسية الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع لكنها فلسطينية ولها يعني وعربية وتؤمن بهذه المسألة أما فيما يخص الثورة المصرية فهي تنقل عن ما تراه أنه إلى أي مدى الإسرائيليين حتى الإسرائيليين مبهورون بالثورة المصرية وبما أنجزه المصريون عشان كده هم عملوا مظاهرات بعدين عملوا مظاهرات رفعوا فيها اللفتات المصرية وقالوا أن القاهرة في تل قبيب والتحديد في تل قبيب فالحقيقة يعني هو بس الحاجة كمان اللي لازم نقف عندها أنه إحنا نعرف أنه يا جماعة أنه الثورة دي تستحق أن يبذل من أجلها المزيد من الجهد والمزيد من التضحيات لأنها تستحق فلا أن نحافظ عليها ليست يعني ليست حاجة أمرا نهينا لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة للمنطقة ككل علشان كده يجب أن احنا نتوقف عند ما قالته وحنين الزعبي من أنه الثورة المصرية شيء عظيم جدا ويكاد يكون أفضل أو أهم حدث في القرن الواحد وعشرين المصري اليوم الصفحة الثالثة مطار القاهرة يمنع ثبعة وثلاثين قطيا من السفر إلى روما بسبب اللجوء السياسي هو الحقيقة العنوان مكتوب بطريقة يعني مش واضح قوي هو الحقيقة أنه مطار القاهرة لم يسمح لهم بالسفر لأنهم لم يحصلوا على تأشيرة لم يحصلوا على موافقة يعني المطار مش المطار اللي بيمنع لكن المطار قادي الجوازات يعني لأ وفي الجوازات انت علشان تسافر تركب الطيارة لازم يكون معك تأشيرة للدولة بالزرح بالزرح عشان ما ترجعش على حساب على نفقة الطيار ولأ وتترحل على نفقة شركة الطيران اللي نقالتك فيما يخص مسألة اللجوء السياسي الحقيقة برضو هو احنا يعني انا الحقيقة اعلم كثير من الحالات المصريين في غمرت ورغبة في الصفر اللي الخارج بحثا عن ومستوى معيشة افضل بيلجاول اي وسيلة يعني مسألة اللجوء السياسي دي يعني هي شكل من اشكال الحقيقة اللي فيه مصريين بيدعون انهم فلسطينيين وفيه مصريين بيدعون انهم متهدين كل حاجات دي هو هدفه الحقيقة ان هو يسافر يشتغل برة وخلاص يعني طيب عشان وقتنا ما فاضلش فيه كتير المصري يوم الصفحة الاولى الحمى القلعية ينتشر في المحافظات والدجاج يدخل دائرة الخطر وهنا اعتقد ان المشيئة قال انه هيتعود الناس اللي قديرت واعتقد فيه مجهودات كبيرة عشان بس نلحبائيات الاخبار الشروق الصفحة الاولى الاندية لا عودة للدوري قبل الكشف عن المتورطين في مسبحة بورسعيد وانا بس حابب نقف عند الخبرين الاخرانيين للمصري اليوم الصفحة الثالثة تحويل وقوبة ترويج ترامدول او تعطي دونر وشتة ده مسألة يعني خطوة شديدة الاهمية لانه انتشر بشكل مفزع يعني سرطان العصر في مصر كميات مهولة يتم تدولها ولذلك يجي بالتجديد عليها لانه في الاخر وكميات اللي تضبط في قطرة الاخرانية فضيعة وده يتدل على انه كميات اكبر بتخش البلد يعني اللي بيضبط هو بيبقى دايما عشرة في المائي من الكميات اللي بيتم تهريبها يعني واخر خبر وده يمكن مهم جدا انه هيثير كثير من الناس على اخبار صفحة ثالثة براءة الامين الشرطة السني محمد السني وضبطية الشرطة من قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء واعتقد انه كان متاهم بقتل عادة جانية نخذ ثلاثة احكام بالاعدام قبل كده احكام غيابية بالاعدام ولما بيصدر لما بيسلم نفسه بيتم عادة محاكمته في كل القضايا فهو خد براءة طبعا الحقيقة يعني احنا بس الحاجة الوحيدة المهمة انه احنا نازم نضطر ان نحترم احكام القضاء ونسلم بها حتى لو كان لنا عليها تحفظات نستطيع ان احنا نطعن عليها بالوسائل القانونية انما في الاخر هو حكم القضاء يعني احنا مش مفترض ان احنا نعترض على الحكم القضاء هو يمكن كل المصريين دلوقتي يمنتظرين يشوفوا تحيات مجلس القضاء الاعلى هتوصل لايه بخصوص قضية صفر المتهمين الامريكيين لانه الجاسوس الجاسوس الاردني طلع قالش معنى الامريكان فلازم تترد هيبة القضاء هو دي المشكلة الاساسية انه الثقة في القضاء المصري تراجعت بشدة خلال الفترة اللي فاتت وده بيزود خطورة هذا الحكم ولانه كمان حتى هذه اللحظة لما يتم القصص لأي حد من شهدها الثورة استاذ اشرف البرماني الرئيسي قسم السياسي بجارية الشروب نشكرك افندم ونتمنى نتقابل فيه ظروف افضل ان شاء الله شكرا ان شاء الله مشاهدين هنسبكوا مع تقرير عن ذكرى الفنانة ليلة مراد احتفل الدار الابرا المصرية بذكرى الفنانة ليلة مراد من خلال ندوة واحتفالية بحضور عدد من الفنانين نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل فقراتنا في نهارك ساعي تابعونا